مرة واجهته لأستاذ هيثم حقي وقلت له أنا بدي أعرف ليه أنت مثلاً ما عم تحبني أو منك مقتنع فيني مرة جربت تتكيشفها؟ ما في المجال كان مثلاً جاي مرة أنا كنت عم أخدم عسكرية وعم أصور بالأوقات اللي بصح اللي يروح من العسكرية يعني عم غامر بعسكرية يمكن يحطوني عقوبة بالسجن نتيجة غيابي فبغامر عن تعطيلهم حتى فمرة جاي عم أسأله بس استاذ أنا عندي مناوبة يوم كذا قال لي هلأ أنت بدك تضل بيقصصك هالكني أول مرة بحكي معه قبل ما حكي معه غير مرحبا كيفك استاذ تعاملت معه بعدين؟ لا 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 طبعاً كان آخر تعاون بينهم كان آخر تعاون ومو بس هيك كان هو عراب الدراما بسوريا نعم كان حواليه مخرجين كتير بدون رأيه في مساعدين معه كتار من المساعدين اللي طلعوا من عنده ما بيجيبوا وضع حلوم هلأ متأسرين برأيه وبوقت المخرجين اللي كانوا ياخدوا رأيه كمان بطلوا يجيبوني بعدهم للحظة يعني هيدا التداعيات بعدك عم تعيش للحظة وضع حلوم بعض من مساعدين اللي تخرجوا ومخرجين مهمين الآن ما بيجيبوني طب نسكر هل ما اقتنع بموهبتك؟ تماماً تماماً ما اقتنع قتلك ما حبني لا كرزمة ولا أداء ولا فما اقتنع بموهبتي طب هيدا شو عملت عندك؟ أثرت عليك خليتك تتراجع أو عطيتك دفع لقدام في البداية كانت محطمة لمعنوياتي وزعزعت ثقتي بنفسي بطريقة عجيبة بعدين تحولت لحافز وتحدي عجيب للإستمرار وبشكره بشكره من كل تشكروا لهيثم حقي؟ بشكره أنه حطني بهذا الظرف بهذه التجربة اللي قوتني وخلت عندي هذا الحافز للإستمرار والدليل قلت الأعمال أنا صابر عليها ومصر على الاستمرارية من وراء عمل هيثم حقي هذا الحافز المستمر عندي سامحته؟ سامح أنا من اللحظة الأولى مسامحه مسامحه بس ما بنسى مسامح بس ما بنسى شي يعني؟ يعني بظل متذكر على الأبالي هاي نقطة مفصلية بحياتي سامحه الله يسامحه طبعاً بيحضرك هل الله يعطيه الصحة والعافية وينجز أعمال لأنه عمل أهم أعمال بسوريا بمرحلته سامحه أنا من كل قلبي بس ما بنساك هاي أول مرة هاي أول عمل عم بتواجهو عم بتواجهو بالعلن ايه صنع بها الكاميرا وحكيه كل شي بقلبك بحبك بحبك كمخرج بحبك كموهبة بحبك كصانع أحد أهم صناع الدراما بسوريا وأحد أهم المساهمين بانطلاق الدراما بسوريا بس ظلمتني سيت علي ما استوعبتني الله يساهمها شكرا شكرا